منذ وصول المسلحين الأجانب إلى الأراضي السورية أو من يسمون المهاجرين بدأت تظهر الخلافات مع المقاتلين السوريين أو ما يطلق عليهم الأنصار في تنظيم داعش مصادر عليما ذكرت أن سبب الخلاف الأساسي هو نعدام الثقة بين الطرفين فالمهاجرون لا يثقون بولاء الأنصار ولا يأمنون جانبهم تحقيقات الجهاز الأمني للتنظيم أظهرت تورط عدد من مسلحيه السوريين في دير الزور والرقة وحلب في التواصل مع النظام السوري كما أظهرت أيضا إيقاع مسلحين من الأنصار ببعض المهاجرين مقابل مبالغ مالية في المقابل تنظر الكثير من المجموعات المسلحة السورية داخل التنظيم بعين الريبة إلى بعض المقاتلين الأجانب تصرفاتهم تشي بعدم التزامهم بتعاليم الإسلام وتثير علامات استفهام بشأن علاقاتهم مع أجهزة مخابرات أجنبية هذه الفجوة بين الطرفين بدأت تتسع وتزيد الشرخ داخل جسم التنظيم فالمهاجرون بدأوا يستأثرون بالمناصب القيادية منذ عام مثلا جرى عزل والي دير الزور عامر رفدان واستبداله بآخر من الجنسية التونسية هذه السياسة أثرت امتعاضا كبيرا في أوساط المسلحين السوريين باعتبارهم أهل البلد الأصليين وهم أدرى بشؤون قراءهم وبلداتهم لا يعني هذا أن التنظيم لا يسمح للسوريين بتسلم بعض المناصب العليا لكنه يضع أمام ذلك شروطا صارمة منها أن يكون القيادي ضم طوعا إلى التنظيم في بدايته وثبت ولاؤه وخاض معارك كبيرة وفاصلة كأبي لقمان والرقة التمييز في المناصب امتد أيضا إلى الجوانب المالية فالمهاجرون يتقاضون رواتب تفوق أضعاف ما يتقاضاه المقاتلون الأنصار وينالون حظهم مما يستولون عليه في المعارك أكثر مما يأخذه عناصر داعش السوريين خلافاتنا انعكست أيضا على العلاقات الاجتماعية فالمهاجرون الأجانب يحجمون عن تزويج بناتهم للأنصار في حين لا يمانعون من تزويجهم للمهاجرين أمثالهم ولو كانوا عربا خلال الأشهر الماضية أقدم عناصر الأنصار وقياداتهم في أكثر من مكان على إنشاء معسكرات ومربعات سكنية خاصة بهم يمنع دخول السوريين إليها موسيقى